تطور صادم في أزمة فستان رانيا يوسف الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي شهدت أزمة فستان الفنان رانيا يوسف الجريء في ختام مهرجان القاهرة تطورا صادما وهو رفع دعوة قضائية ضدها مع توجيه اتهام لها بالتحريض على الفسك والقيام بفعل علاني فاضح وحددت محكمة جنح الأسبكية جلسة يوم 12 يناير للنظر في قضية رانيا يوسف المرفوعة ضدها من قبل عدد من المحامين واتهمها بالقيام بفعل فاضح بشكل علني والتحريض على الفسك ونشر الرزيلة ومخالفة الأعراف والتقاليد بحسب ما ورد في مصر اليوم وذكر المحامون أصحاب القضية المقدمة ضد رانيا يوسف في فح والدعوة الآتي أن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهرها أمام القاميرات وعدسات المصورين بارتداءها فستان شفاف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون وإهانة لكل أفراد الشعب المصري ويوسي لإسم مصر وللمرأة المصرية التي يقدرها ويحترمها الجميع ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعار وكانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا أكدت فيه أنه سيتم التحقيق مع النجمات التي أثارنا الجدل بفسادينهن الجريئة في فعليات مهرجان القاهرة السينمائي والجدير بالذكر أن فستان رانيا يوسف في حفل ختم مهرجان القاهرة أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأبدأ بعض المشهير اعتراضهم على ظهورها بهذا الشكل على الملأ ليتم وصف الإطلالة بالميون ترجمة نانسي قنقر